دعاء الصفر شيخي كريم الحمد لله والصلاة والسلام ورسم الله عليه الصلاة والسلام سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا nagyonقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أنت الصاحب والصفر والخليفة في المال والأه اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء الصفر ومن سوء المنقلب ومن كآبة الطريق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويزيد عند العودة على هذا يقول آيبون تائبون لربنا عائدون ربنا حمدون أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام سألنا سرحت من سؤالك ليه أني كنت بعضهم أرسل إلي على ذكر دعاء الركوب أرسل إلي مقطعا لمن يقول أن هذا من التشاؤم إنسان عندما يركب الطائرة أو يركب السيارة والسفينة فكان يشاغلون له دعاء الركوب السابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا يعني من التشاؤم وأنا لا أدري كيف يأتي الشرع بشيء فيه تشاؤم من أين يأتي التشاؤم أصلا وفي رواية الحديث التي رواها علي بن أبي صالب رضي الله عنه يقول الحديث الذي ذكرنا سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرين الحديث وابتسم أو ضحك فسأله التابعي لما ضحكت أو ابتسمت فقال رأيت النبي يفعل ذلك فأين التشاؤم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمد ربه سبحانه وتعالى ويبين أن الأمور بقدر وأن ما تمططيه أو تركبه ليس بقدرتك وإنما الكل في قبضة الله وفي ملكوت الله ويبتسم النبي عليه الصلاة والسلام فأين التشاؤم في ذلك أنا لا أدري الوجه فده اللي خلاني شردت وانت عليك بتقوز فمعزرة يعني بارك الله فيكم بارك الله أدبا خلقا شيخ الكريم فضلت الدكتور المتولي ترجمة نانسي قنقر